إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء المزمن تلك الحالة التي تجعل حياتك اليومية متعبة وصعبة فاعلم أنك لست وحدك العديد من المرضى يواجهون نفس التحديات رغم محاولاتهم العديدة وتحايلهم على العلاج بشتى الطرق في عيادة الدكتور فراج عبداللطيف مجاهد نحن نفهم مدى الإحباط الذي تشعر به ونسعى جاهدين لتقديم حلول فعالة قائمة على أسس علمية ارتجاع المرء المزمن هو حالة عدم الاستجابة للأدوية التقليدية أو الاستجابة الجزئية لمثبتات الحموضة حتى بعد استخدامها لفترة لا تقل عن شهر تظهر الأعراض بأشكال متعددة منها استمرار حدة الأعراض أو تحسنها الطفيف فقط مما يؤثر سلبا على جودة الحياة الأسباب كثيرة ومتنوعة تشمل ارتجاع العصارة الحمضية الضعيفة وعصارة المعدة والأثنى عشر والعصارة المرارية إلى جانب أسباب مثل تأخر تفريغ المعدة ووجود أمراض نفسية وعصبية مصاحبة من بين علامات الخطر التي يجب الانتباه لها عسر الهضم في مريض فوق سن الستين نزيف من الجهاز الهضمي أنيميا النقص الحديد نقصان الوزن صعوبة البلع وألم أثناء البلع مهمة التشخيص تبدأ بسماع التاريخ المرضي بدقة فحص المريض كاملا واستبعاد الحالات الأخرى المسببة للأعراض الفحوصات اللازمة تشمل المنظار العلوي على المعدة والمرئ قياس نسبة الحموضة وقياس حركية المرئ العلاج الناجح يعتمد بشكل كبير على تغيير نمط حياة المريض لا بد من العمل على إنقاص الوزن الزائد وضبط مواعيد الوجبات بحيث لا يتم الأكل والنوم مباشرة رفح رأس السرير بزاوية 45 درجة يساعد بشكل كبير يجب الامتناع عن الكحوليات، التدخين، القهوة والشوكولاتة والتركيز على تناول وجبات خفيفة وصحية يمكن لبعض الأدوية مثل مثبتات الحموضة وأدوية ضبط حركة الجهاز الهضمي أن تكون فعالة عندما تستخدم تحت الإشراف الطبي وفي بعض الحالات قد يكون التدخل التدخلي سواء عن طريق المنظار مثل إجراءات ستريتا أو تييف أو لينكس أو التدخل الجراحي مثل فاند أوبليكيشن هو الحل الأخير للحالات الأكثر تعقيداً الأهم في العلاج هو مراجعة طبيب الجهاز الهضمي المتخصص بانتظام لضمان متابعة الحالة وتكييف الخطط العلاجية حسب الحاجة تذكر، تغيير نمط الحياة هو الأساس في العلاج والوقاية من عودة الأعراض في عيادة الدكتور فراج عبداللطيف مجاهد نلتزم بمساعدتك على العودة لحياة طبيعية وصحية بكل الجهود الممكنة